السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إخواتي في الله في فيديو جديد اليوم أصدقائي الكرام سوف نقوم بشرح لكم طريقة التشجيل في موقع CPA Build بعد التحديف الجديد لسنة 2021 كما تشاهدون أصبحت الصفحة بشكل مختلف لذلك اليوم سوف أشرح لكم طريقة التشجيل من خلال التحديف الجديد كما قلت لكم لسنة 2021 أولا ما عليك أن تقوم أولا أن تقوم بالدخول إلى رابط إحالة أن تقوم بالدخول من خلال رابط إحالة لم يتم قبولك إذا لم تقوم بالدخول من خلال رابط إحالة قم بالدخول من رابط إحالة أي شخص أو يمكنك الدخول من رابط الإحالة الخاص به الذي سوف أضعه لك أسفل الفيديو بعد ذلك تقوم بالدخول إلى ريجستر هنا كما قلت لكم تقوم بالدخول من رابط الإحالة وبعد ذلك تقوم بالنقل على ريجستر أو سوف يتم تحويلك مباشرة عندما تنقل على رابط الإحالة سوف يتم تحويلك إلى هذه الصفحة كما تشاهدون أصبحت الصفحة بشكل مختلف لم تعد كما في السابق تقوم بكتابة هنا اسمك الأول اسمك مثلا أنا أحمد هنا تقوم بكتابة اللقب طبعا أنا لدي حساب مسبق لذلك سوف أقوم بإدخال معلومات عشوائية هنا تقوم بكتابة last name اللقب last name اللقب هنا اللقب وهنا اسمك في last name الاسم اسمك هنا كما قلت لكم هنا الاسم وهنا اللقب هنا تقوم بكتابة الإيميل إيميل خاص بك gmail.com yahoo.com تقوم بكتابة إيميل هنا تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك هنا الإيميل الإيميل هنا تقوم بكتابة الإيميل تقوم بكتابة يوزرنايم هنا تقوم بكتابة يوزرنايم مثلا أحمد على هذا الشكل أحمد 1994 كما تشاهدون على هذا الشكل تقوم بكتابة يوزرنايم خاص بك هنا تقوم بكتابة كلمة المرور ثم تقوم بإعادة كلمة المرور هنا كلمة المرور وهنا تقوم بإعادة كلمة المرور هنا تقوم بكتاب الكنتري هنا تقوم باختيار البلد الخاص بك تبحث على البلد الخاص بك أنا من تونس سوف أقوم باختيار تونس كما تشاهدون تينيزيا تونس بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون في مصر لا يتم قبولهم هنا لا يوجد هنا مصر مع الأسف لا يوجد مصر إذا كنت من مصر تشاهد هذا الفيديو لا يتم قبولكم في هذا الموقع هنا تقوم بكتابة الأدرس الخاص بك أي الأدرس الخاصة بك الخاصة بالمنزل الذي تسكن به مثلا تقوم بكتابة رقم الشقة أو رقم المنزل هنا مثلا أنا رقم منزلي تلافة وتلافون ثم أقوم بكتابة اسم الشارع ري مثلا ري هسان كما تشاهدون بهذا الشكل اسم رقم المنزل الخاص بك وتقوم بكتابة النهج أو اسم الشارع الخاص بك الذي تقتم به كما تشاهدون تقوم بكتابة الأدرس التي تسكن بها هنا وهنا في الستيت تقوم بكتابة اسم البلد الخاص بك أنا من تونس أقوم بكتابة تونس وهنا تقوم بكتابة البلد السيتي هنا البلد وهنا تقوم بكتابة الترقيم البريدي الخاص بالمدينة التي تسكن بها الترقيم البريدي هنا السكايب قمت بترح السؤال على الأدمين كما تشاهدون هنا نعود إلى حسابي الشخصي هذا هو حسابي الشخصي هنا من هنا يمكنك مرسلة الأدمين كما تشاهدون هناك أدمين اسمه جاي وهناك أدمين اسمه أدم كما تشاهدون يمكنك ترح عليهم أسئلة وهم يقومون بالإجابة عليك عندما يدخلون أو يقومون بفتح الرسالة الخاصة بك يتم إجابتك كما تشاهدون هنا قمت بسؤاله هنا قمت بسؤاله على طريقة التشجيل هنا قلت له هل يمكن أن أقوم بإضافة مثلا في الوابزايت أقوم بإضافة الفيسبوك أو الأنستغرام وقمت بإجابة بسؤاله على سكايب أيضا هنا قال لي في السكايب يمكنك أن تتركها فارغة كما تشاهدون هنا يمكنك ترك السكايب فارغة مكان السكايب يمكنك إذا كان ليس لديك سكايب فيمكنك تركه فارغ كما تشاهدون طبعا هنا يمكنك ترح الأسئلة إذا كان لديك حساب في الـ CPI Build من هنا يمكنك ترح السؤال عليه من هنا كما تشاهدون هنا أعود إلى الأسفل هنا تقوم بكتابة مثلا hi أو hello وهنا تقوم بكتابة له الرسالة وبعد ذلك تنقل على send وسوف يقرأها عندما يقرأها سوف يجيب عليك يمكنك غلق الحاسوب أو غلق حسابك أو غلق الهاتف الخاص بك وبعد ذلك يمكنك العودة وسوف تجد الإجابة كما تشاهدون أيضا الإخوان في مصر قمت بإستلح عليه السؤال هنا أين هي؟ قمت بالسؤال هي حول الإخوان في مصر أين هو السؤال؟ هنا هنا قلت له لدي متابعين من مصر يقولون أنكم لا تقبلونهم في هذا الموقع شاهدوا معي قال لي what is correct يعني هذا صحيح لا يتم قبول المصريين في هذا الموقع كما شاهدتم نعود إلى التشجيل هنا في سكايب يمكنك تركها فارغة أو إذا كان لديك سكايب قم بكتابة السكايب الخاص بك قم بكتابة الإيدي الخاص بالسكايب الخاص بك قم بكتابته إذا كان لديك سكايب يمكنك كتابته هنا يقول لك كيف قمت بالسماع عنه كيف قمت بالسماع على كيف سمعت على الـ CPA build هنا تقوم بكتابة له عبر اليوتيوب I hear I hear سمعت عن About Your Site سمعت على موقعك على On YouTube كما تشاهدون بهذا الشكل سمعت على موقعك في اليوتيوب بهذا الشكل أو يمكنك كتابة له فقط يوتيوب كما تشاهدون السؤال الموالي كما تشاهدون هنا يقول لك ما هي الشبكات الأخرى التي اشتغلت فيها فيها مثلا التي تشبه الـ CPA build الشبكات الـ CPA التي اشتغلت بها تقوم بكتابة له مثلا CPA lead شركة CPA lead قمت بالاشتغاء وتقول له AND Max Bounty مثلا Max Bounty تقوم بكتابة له مثلا CPI و AND CPI Grip تقوم بكتابة له السامي شركات CPI اشتغلت بها يمكنك كتابة له فقط اثنين او واحدة فقط يمكنك كتابة له مثلا CPI lead فقط كما تشاهدون تقوم بكتابة له الوابزايت الوابزايت هنا اذا كنت لا تتوفل على وابزايت فيمكنك فقط اضافة له صفحتك على الفيسبوك اذا كنت تملك صفحة على الفيسبوك كبيرة او حساب على الانستغرام يمكنك اضافته هنا اذا كان لديك موقع يمكنك اضافة موقع هنا تقوم باضافة رابط الموقع الخاص بك طبعا طريقة انشاء موقع قمت بشرح لكم من قبل طريقة انشاء موقع من خلال البلوغر فقط مجانا بدون دفع اي مليم كما تشاهدون هذا هو الشرح اين هو هذا هو الشرح شرح طريقة التعديل على قالب سي بلاس قمت بشرح لكم طريقة انشاء موقع مجانا يمكنك انشاء موقع هنا على البلوغر واضافة رابط الموقع الخاص بك هنا هنا يقولك كيف سوف تقوم بالترويج الى المنتجات الخاصة ب cpi build كيف سوف تقوم بالترويج الى المنتجات الخاصة بنا هنا يقولك ما هو مصدر الترافيك الخاص بك عفوا هنا ما هو مصدر الترافيك الخاص بك هنا تقوم بكتابة له facebook and instagram and youtube and my website يعني الموقع الخاص بي كما تشاهدون بهذا الشكل قم بكتابة لا تقول له انني اشتري الزيارات تقول له بوب كاش او تقول له لا تقول له بهذا الشكل لم يتم قبولك اذا قمت بكتابة له انك تقوم بجلب الترافيك من مواقع شراء المتابعين او قم بكتابة له هكذا فيسبوك انستغرام يوتيوب اه موقعك بهذا الشكل فما تنقل على جسو نيبا ان روبوت هنا وتقوم يقول لك هنا البسكليتات اي الدراجات الدراجات تقوم باختيار هنا الدراجات بهذا الشكل وتنقل على verify وسوف يتم النقل كما تشاهدون بهذا الشكل فما تقوم بالموافق على الشروط هنا على الشروط وبعد ذلك تنقل على register ثم سوف تسلك رسالة الى البريد الالكتروني الخاص بك تقوم بالنقل على تحقق عبر الرابط الذي سوف يسلك على البريد الالكتروني الايميل الذي قمت بالتسجيل به الايميل وبعد ذلك سوف يتم مراجعة الحساب الخاص بك وان شاء الله سوف يتم قبولك في اقل من خمس ساعات او يوم سوف يتم مراجعة الحساب الخاص بك وسوف يتم قبوله الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو لا تبخلوا عليه بالاشتراك في القناة والنقل على زر لايك اذا اعجبك الفيديو ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله